موسيقى 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 من كبل لقاءنا معك مازال جيبت سيرت العشر سنين اللي قضيتهم بسوريا وهالمسلسلات الرائعين اللي قدمتهم بسوريا بيحز بقلبك يساعد انه يقولوا انه ما في ابطال لبنانية وكل الممثلين الليبنانية طلعوا على ظهر السوريين هاك عم بيقولوا بالإعلام هاك في أحد المخرجين بيقول انه ما عنا ابطال نجم أول لبناني يعني مع احترامي لبلد الحريات وللحكي وهذا الواتسب أنا والتواصل الاجتماعي أنا بسميهم أعوار الدجال يعني جزء من من الدجالين من الحالي لا أنا لا ينكر المعروف إلا قليل الأصل ولا ينكر المعروف إلا ابن الحرام أنا أنا زلمي أنا زلمي في إلا أفضال علي سوريا لا أنا زيح أفضال سوريا أنا اللي عم بسأل إنه مثلا ما بتلاقي كارلوس عذار نجم عنا ما بتلاقي يوسف الخال نجم في كارلوس عذار نجم في فادي إبراهيم نجم في باسم مغنية نجم لا إذا بدي عدلك يون اكتر أكيد ما بيخلال الأمر إنه طيب حسن كمان نجم وفي عم عمر شلق نجم ولكن اللبناني اجتهد ومش إنه طلعوا على دهر حدا لا لا ما حدا طلع على دهر حدا إنه إحنا منكمل بعضنا يعني إذا بديك تعالي نحسبها بالإذن من فرنسا الأمة الحنوني نحن كلنا من بلاد الشام يعني أنا مثلا مرة كنت مترطوس عم أصور جيت في التعليم مطعم بدي أخد أكل أحكي معي ترابلسي أه تقول له سلك زمان فاتح هون قال لي لا إستاذ عمينا وأنا وضع تقول له مش ترابلس أنت قال لي لا ما نحنا لا جيتنا واحدة اكتشفت كل أهل ترطوس يحكوا مثل ترابلسي يمكن لأنه أحدود بعضون أولا أنا بهذا الموضوع ضد أي فنان بفوت بهذه الزواريم بهذه الزواريم الفنان اللبناني بسبت وجوده النجم اللبناني إله وجوده وإله وزنه وإله احترامه وهكذا سوريا طيب ليش بتحس أنه هيك وقت شخص يكبر شوي بالعمر ما ترخزنا على السؤال يعني بيستبعدوه مع أنه متان دار الباي أو دار الجد باللبنان باللبنان يعني هيك من تشكرك على جريتك بصراحتك مع أنه بدأي لك شغل يعني حتى دور الإنسان كيير بصوريا مش موجودة هاي نعم كل سوريا عنده شقة ملك لالله كل سوريا بيتعلم أولاده ببلاش كل سوريا بيتعالج ببلاش باللبنان نعم باللبنان باللبنان إذا بتاخدي عشر دروعة على الصيدلية علبة بنادول ما بيعطوكي بعده لليوم أبو سليم بروح بيشحد إذا حدا مريض بروح أبو سليم بيشحد من الوزراء والنواب أبو سليم من أشرف الفنانين اللي يجب لهم مصاري اللي يتصببوا للآخرين اللي يجب لهم مصاري وحقلك سر عن أبو سليم أبو سليم نصف مصرياته وأمويله حتى على أصدقاء وزملاء اللي إلو طب ليش حالة الممثل اللبناني هايك مع أنه نحن بحاجة بالإذن منك للأدوار الكبيرة يعني إذا بيخدوا حد دور البي دور الجد دور متى رئيس عصابة بده يكون شوي كبير بالعمر أو دور أي دور يعني فوق الأربعين بده كمان يكون ممثل محترف سألت حالك أنا ليه أحمد الزين ما بيشتغل بالإبنان ضيف شرف سألت حالك السؤال شي مرة ما بفهم شو معناتها ضيف شرف ضيف شرف يعني إنه كبير بالعمر ودوره كبير بالعمر ودوره حرام جيبه وعطوه إرشان هيدي هي أنا دائما بقول لهم ما بيشتغل بقولولي لاي بقول لهم بممصد بالضيف تدور على الشرف ما بلاقي إيه أنا لن أسمح لن أسمح لأحمد الزين وعاهدهم أمام الله وأمام كل الجمهور اللي عم بيشوفهم أن أشوي صورة أحمد الزين على مستوى العوز وعلى مستوى المادي احتراماً لجمهوري ولتاريخي ولولادي ولمرتي ويرحم روحها ولأحفادي أبداً 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 لأننا كثير فنانين فاتوا بالمحذور طلعوا أموال وفاتوا بالمحذور ومنهم وما زال أنا سلي عيشين سيني بيتوتي طيب ليش منك محسوب على منتج مثل ما كل إنسان محسوب على منتج أنا أنا بحس هي أكبر منتجين في لبنان ما بيشتغل معهم ليش؟ جربتهم من غير ليه؟ شو طالع؟ جربتهم هيدا هيدا طلع ما بيطفع مصاري هيدا طلع بيعمل كاستنج لكل البنات في مكان ما جزء كبير للعطارات اللي بدون يظهروا واحد بيكون تعبك هالقد بدي يعطيك هالقد عندك التزيماتك بتأخروا بالدفع زائد في ناس ما إمن فيهم لا كمنتجين ولا بالكاستنج اللي بيجمعوه طيب هل أنت مع هالكاستنج المشترك مصري سوري لبناني عربي قوات بيكونوا أربع أخوة خمس أخوة كل واحد اللي هشتو شيء يعني أبعطيك مثلا مثلا مثل تازة يعني بشان ما نلعب على الكلام يبقى أحمد الزام ما بدو يزعل نجم لبناني أو نجم سوري وأنا معروف ما بعرف شكو يسموه تمسيح الجوخ هلأ أبعطيك مثل مسلسل هلأ عبينعرض بشكل مخيف وعمل ضجة مشرفة اسمه ما فيه أنا وخيه مسيطرين على الضيعة كإخطاعيين أنا أزعر خيه إيبني خيه تزوج سورية تجنست لبنانياً صار معها جنسية لبنانية إجوا أولاد إختها صار جريمة قتل راحوا عاملين حبكة في حبكة حبكة بتلاقي مزبوط هلأ هي صارت لبنانية وصار جريمة قتل وصار صراع طويل عريب أه بس موجودة أنا أبعرف كم واحدة بجنس هنا وأني عايشينا عايشينا طبعاً 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 بس بدك تعرف تكتبيها وتحبكيها تما تتحكي عن الناس إنه جيبوا هلأ فلان بيحبوه الناس من سوريا وجيبوا فلان بيحبوه الناس من لبنان وعملوا تركيبة كيف مكان ويابعنا إحنا ما نحب بعض وحيدك ما بيزبط أحمد الزين أنت إنسان بارع يعني رهيب كيف تكتبس هالشخصية تخذها لدرجة إنه منصدقها بس مش معقول الطيبة الموجودة بعيونك حتى لو أخذ دور الأزعر من ضل الحبك كيف تعمل هاي؟ أنا بتعرفش اللي فاجأني أختي هلا بتعرفش اللي فاجأني فاجأني هذا الباك بما في المتصلف أبو فوزي الآسي هذا الباك اللي العالم العربي بكي بكي العالم العربي كله بس مات اي زعلوا 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 على أفراء وفي منه ما كملوا المسلسل بتصدق بتصدق إنه في منه ما كملوا المسلسل أه 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 يعني حتى مثلا بالغالبون منمشي معك بيخلي تورد منمشي معك أحيان زمان يعني كنا مثلا أنت البواب كنا نحبه إنه هو هلقد مغروم فيها و بس رهيب شو هل إنسان اللي مكان متعلم و اللي بيعرف يشكل الفصحة طبعا القرآن أنا قريط القرآن كله و دربت كثير دربوني الأساتذي الله يرحمهم الدعو والمصري على الصين والصاد الدال والضاد على مخارج الحروف اليوم ما فيه ما خيرش حروف يعني من لقي الصاد صين القاف كاف مش عند الكل عند معظم الشباب الصبايا اللي طلعين جديد الله يرحم محمود سعيد ما فيك الجيبي محمود سعيد ثاني لا 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 وحيد جلال ايه وحيد جلال الله يمدي عمره حتى عفيف شية انا اشتغلت معهم ميحلة وحيد جلال وسيعدني وعلمني وحيد جلال علمني كيف اعمل اس بين الجملي والجملي كيف تتنفس ايه طبعا انا من كل واحد شوفي في مثل ما بحبه بلبنان لك ليش هذا الدهور وبعدين فاق ما حدا بتعلم اللي من كيسه احمد الزين ها انا تعلمت من كيس كل اصحابي وكل احبابي وكل اصدقائي ودائما قل له لربي قديش كيسي بده يساع ما انا قادر شوف الممنوعات لوين وصلت هالصديق والسكر والعربة دي لوين وصل هالصديق والزنا والنسوان وين وصل هالصديق وتعدد الزوجات وين وصله بتعلم من كيس كل واحد شوي تكنت بيتوتي وعرفت ربات احلى عيلي وانا هلا عايش مستور برضى من الله انت ما في منك ولا بأخلاقك ولا بأليك خلينا كامل حديثنا بدي ايخد منك من خبرتك صفة صفة عن كل اسم بدي اطرحه عليك عن كل اسم يا ايه عراسي ما رأيك من بلش بزملة الادة ما او جدد لا لا لبديك يا ناديل نسيب نجام ناديل نسيب نجام انا من اللي اشد المعجبين فيها والمتابعين الى وجبت رقم لا 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 بقدر اتواصل معها لا اعطيها رأي فيها لا انا بصدق فيها لا لا في عيش فيك تقلني علق رأيك تسمعنا ناديل انا بعشا اروحك انتي تابعة لمدرسة قمة الابداع في التمثيل ان لا تمثل انتي تعيش الحالة ولا تمثلي سيرين عبد النور من اشد المعجبين فيك سيرين عبد النور كثير كويسي كثير كويسي كمان ما بتمثل ما بتتصنع كان عندي ما اخذ بس علي باخر عمل بالهيبة على الروج الفائع بس بس لان هي عم تعمل دعاية لمركة حورة هيدا موضوع تاني كمان بس بس اما هي على بعضها ثبت توجوده بالهيبة وكانت نجمه ورد الخال ورد الخال انا ما بقدر اعطي رأي فيها لانه انا عايش ببيتها وقت من بدايتها باول بطولة عملتها كنت اناويها باللعب ممنوع ايه ورحت على بيتها عدنا نقرة الدار واما في صداقة اناويها مها باية الدار وخي يقاست مها موجهة لتحيي شعره والأدي وورد اعتبرها ولد من ولادي نييلا ايه والله جد والله نييلا طب يوسف يوسف الخال يوسف كثير كويس متلاقيه نجم اول ايه ايه طبعا طبعا كارلوس عزار كارلوس عزار ايه فات ايه ايه فوت الاشياء بعضها من تقديم البرامج للغناء للتمثيل ايه انا ضد هذا الموضوع يوسف حدد يوسف حدد ايه ما هل بد اعطي رأي برأي كلهم بحبهم بس يوسف مثلا صديق واشتغلت ايه كتير ايه ايه بحب تمثيله بحب تربيته تايم حسن تايم حسن الله سبحانه وتعالى عطيه كاريزمة عطيه كاريزمة اذا عطس لنسبة حبه جمال ايه لا جمال وكاريزمة ايه يعني اذا حكي او ما حكي ما فيك تشيل عيونك عنه مظبوط انا هيك وفينا شو العيون قيس الشيخ نجيب قيس الشيخ نجيب الله يرحم بيه ومن المدرسة اللي عم بيحكيكي عنا بيعيش الحالة بلا حدود بلا حدود عابد فهد عابد فهد مبدع عابد فهد اولا ابن مسرح ابن مسرح بيشتغل كتير بإحساسه بعيونه وسحرني باخر عمل رح اختم القسم الثاني وتابع مع القسم الثالث صبرك بده يكون كتير طويل مجبس عابد عمي